بهدف أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كيلو باترا للفوز على الجونا حقق فريق سيراميكا كيلو باترا الفوز على منافسه الجونا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز تقدم فريق الجونا بهدف في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق أحمد حمدي وتعادل فريق سيراميكا كيلو باترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة السابعة والستين من عمر اللقاء وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة التسعين ورفع سيراميكا رصيده إلى أربع عشرة نقطة بعدما خاط تسع مباريات فاز في أربع وتعادل في مبارتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لعبوه أحد عشر هدفا وطلقت شباكه تسع وما زال لديه لقاء مؤجل فيما تجمد رصيد الجونا عند ثماني عشرة نقطة بعد اللعب عشرة مباريات فاز في خمسة وتعادل في ثلاثة وخسر لقاءين وسجل لعبوه أحد عشر هدفا وطلقت شباكه ستة أهداف اشتركوا في القناة